اتنائي طلبة وطالبات تعليم الفني اهلا وسهلا بيكو في حلقة جديدة من مادة المؤيسات للصف الثالث شعبة الملابس الجهزة وحشتوني حبيبي عمين ايه اخباركو واخبار المؤيسات معاكو ايه يا ترى بتحلوا اه انا هبعت لكم ملايكاتي تشوفوا تتابع كله لازم يحل من فضلكو كل اسبوع لازم احل تمرين واتنين بالليل كده تلاقوا نفسكم ضغطوا وهتناموا تمسكوا ايه كتاب المؤيسات وتحلوا بمسألة تلاقوا نفسكم سحيتوا وبقيتوا فرش كده وجميل وتقدروا تحلوا لان لو سبنا المؤيسات بننسى القصص الفنية وبننسى القوانين وبننسى ترتيب الخطوات وطبعا المؤيسات مادة جميلة ولذيذة انا بحبها قوي زي ما بحباكو كده فعشان كده عايزاكو كلكو تبقوا شاطرين فيها ومحدش يخاف منها لان كل خطوة انتو بتكتبوها يا ولاد وبتتمرنوا عليها بتاخدوا عليها درجة ما تقولوش لا احنا مش عارفين ترتيب الخطوات لما هنحل المسألة المسائل كتير كل كم يوم كده كل يومين ولا حاجة نحل مسألة هيبقى ترتيب الخطوات في زهنكو حاضر وإديكو نفسها متعودة ومتبرمجة على الخطوات عشان كده احنا طبعا كنا اخدنا قصص فنية وحسبنا كمية القماش اللازمة وعملنا رسم تخطيتي الكلام ده كله في الترمي الاول الترمي التاني بدأنا ندخل على الاجور لان احنا وصلنا المرحلة ان احنا حسبنا تكاليف المسألة بتاعتنا ازاي وصلنا من القماش للخمات المساعدة كمياتهم واسعارهم وعرفت الجاكت ده سي مثلا بيكلفني من الجنيه خمات سستة وزراير وقبلبتات وطنة داخلية وقماش دي خمات أساسية خمات مساعدة القماش طبعا دخامة أساسية وعرفت ان التكاليف وكده طب في حاجة يا التكاليف دي هي بس التكاليف دي امتى تبقى بس لو انتو اللي بتنفزوه في البيت لوحدكو هيبقى مفيش متطلبات تاني مفيش حد هيرسم البطرون مفيش حد هياخد مني فلوس للخياطة مفيش حد هياخد مني فلوس للأوفر والتشتيب والتنظيف أو للمكوة انتو بقى ناس بروفيشنال وناس ممتازة وجميلة فهتنفز كل حاجة لوحدها لقى مفيش التكاليف البقية يبقى الجاكت ده ممكن يكلفني 100 جنيه بس لأ انا بتكلم على مصانع مصانع بتعمل كميات وبتنفز فلازم ابدأ احسب الاجور بتاعتها واحنا كنا خدنا المرة اللي فاتت واللي قبلها الاجور وعرفت ان الاجور دي بحسبها باكتر من طريقة يا اما بناء على الوقت اللي بيقضيه العامل في المصنع او بالقطعة لو هو سهل حساب القطعة اه انا بقول له مثلا بيكويهالي بجنيه او باتنين جنيه يبقى دي تكلفة المكوة بس اه لأ العامل ده بيقوم بعملية سيانة للمكن في الحاجة دي مش هادر اقول له انت صيح عملت سيانة المكنتين ولا الخمسة لا ده بالوقت فيه حد تاني انا بحسبه بالاجر وبالمكافئة ده وفر وقت واشتغل وبجودة وكمان اقل من الوقت المطلوب ونفذ الكمية المطلوبة منه في الحالة دي ده انا بكافؤه عشان احفزه واشجعه على ان هو ايه يستمر طيب الاجور دي كلها مش لازم انا حسبها ده مش كده انتوا نسيب ده كم فيه مكن وقالات الاسبوع اللي فات القالات والمكن ده المصنع صاحب المصنع دافع فيه دم قلبه محوش الراجل وتعبان ومحوش لغات ما عمل ايه اشترلنا المكن واسس المصنع طب الراجل ده مش هيعود تمن المكن لازم يعود تمن المكن وايه كمان مش لازم ياخد ارباح هو عمل المشروع الاستثماري بتاعه ده كله كده لوجه الله طبعا لوجه الله نسبة كبيرة ولانه بيفتح بيوت كتير وبيشغل عمالة كتيرة جدا جدا وبيضيع البطالة الا انه كمان لازم ياخد ربح علشان رأس المال بتاعه يزيد وهو ايه تشجع ان هو يستمر في الشغل بتاعه ويكبره اكتر واكتر طيب هنعمل ايه النهار ده هنكمل حل مسائل ونتمرن انا وراكم لغاية اخر السنة علشان تبقوا ممتازين بس اتمنى ان تسمعوا كلامي في ان انتوا تحلوا مش احنا نقفل التليفزيون ولا نقفل اليوتيوب شكرا لو سمحت يبقى فيه امانة بيننا وبيننا في سنة علشان تعب بابا وماما والسنة الطويلة عايزين كلكم ترتاحوا اللي عنده هدف وعايز يدخل يكمل ان شاء الله في معهد او في كلية ربنا يوفقكم عشان ترتقوا بمستواكم العلمي وتبقوا ناس حلوين وناس كويسة او اللي هيتجه الى الاتجاه العملي ويبدأ يبحث على مصانع او يبحث على شغل خاص به او يعمل هو شغل خاص به يبقى اذا احنا هنا كده ايه اجزنا واللي البنوتة اللي ان شاء الله ربنا يتميب لها على خير مخطوبة وعايزة تاخد الشهادة عشان تتجوز وترتاح وتبدأ بقى في رسالة اخرى ده طبعا ايه ده اهداف كل واحد تيكم اتمنى كل واحد يحقق هدفه ويحقق حلمه ويا ربنا يوفقكم بس نعمل ايه نرضي ضمرنا قدام ربنا احنا دلوقتي طلبة ربنا بيحاسبنا على مذاكرتنا وعلى الوقت بتاعنا يبقى احنا الوقت ده لازم نعمل ايه نجاهد فيه بس القوعه تنسوا تد وقت ربنا الاول لازم انا ادي وقت لربنا علشان ربنا يعوضني ويكافئني في مذاكرتي كل يوم لازم اصلي ولازم ان انا ايه احفظ آية علشان خطر ربنا يحفظني ربنا يحفظكم ويوفقكم نشوف النهاردة جيبتوا الكتاب انا كله ده باتكلم علشان تكونوا جيبتوا الكاتب نجيب الكتاب بتاعنا ونفتح صفحة 86 علشان نحل تمرين مع بعض واكتر من تمرين علشان خاطر تبقوا ايه تبقوا شطرين نشوف النهاردة قال لي هنا اول حاجة مطلوب مني ايه قال لي ارادة مصنع ملابس جهزة تصنيع 500 عدد ايه 500 بورنوس البورنوس يا ولاد اللي هو الروب بس يستخدم ايه لو احنا خرجين من الحمام يعني بيبقى من قماش بشكير سادة ممكن سادة ممكن مقلم زي ما هو عايز دي كلها معلومات هو بيضفها لي كنوع من الايه بان السوب الذي طوله 30 متر انتو فاكرين الاتفاقية اللي كنا قيلنها مع بعض اه في اتفاقيات كنا قيلن ان التوب كام احنا حافظين التوب قد ايه 30 متر هو هنا الدني المعلومة دي واكد عليها بس في بعض مسائل اخرى ممكن يقول لي لا دا انا محتاج توب النوع القماش اللي انا بستعمله دا التوب بتاعه 40 لا دا التوب 60 يبقى على حسب المعلومة اللي بيديهاني لو هو مدنيش في التمرين عدد امطار التوب واتكلم عن الاتواب يبقى انا حافظ على طول اني التوب 30 متر لان دا شبه الايه شبه القعدة او شبه السائد اتغير بيقول لنا قال لي ينتج كام 20 بورنوس يبقى انا عندي التوب اللي طوله يا ولاد 30 متر بينتج عندي قد ايه 20 بورنوس ثمن السوب الواحد 450 جنيه انتو عارفين ان انا دايما متفقى معاكم متعودين ان احنا بنشرح كل الكلمة بيقولها لي في المسألة عشان مش اقراها انا مش بتعلم القراية لا انا بقرى المسألة علشان اعرف كل معلومة انا هستخدمها ازاي طيب قال لي سمن السوب الواحد 450 طب هو عاوز كام توب لا انا معرفش انا ممكن احسب هنا يا ولاد الاتواب بتاعت القماش بتاعتي بطريقتين ممكن احسبها بطريقتين وهنعرف الطريقتين طيب قعد كده احنا متعودين نقرى المسألة الاخرها عشان لو ربما يكون فيه معلومة في اخر التمرين صح انا بأكد وبراجع الاستوانة بتاعتي طيب بعد كده قال لي ايه الاجور قال لي اجر اعداد النموذج وتجهيزه 200 جنيه واتفقت معاكم ان النموذج هو نموذج واحد اللي هو الموديل ده الستايل ده فبيجهزه ب200 جنيه مش ابصة لقي حد منكو خد المتين وراح ضربها لي في ال500 بورنوس ايه ده هو هيرسم 500 بطرون لنفس الموديل لا طبعا النموذج للموديل اللي قدامي فيبقى الرقم ده ايوه سمع ناس بتقول فحطه في الحصة الاب رفو عليكم علشان ده رقم انا هحتاجه اجمعه هو كده من غير اي اضافة بس لازم اكتبه او اتسيبه الخطوة طب وبعدين سوري قال لي كمان المصنع مجهز بسلاس خطوط انتاج كل خط مكون من 6 ماكينات وقلنا باخد عدد الخطوط في عدد الماكينات بيديني سمع ناس شطرة بتقول عدد العمال وكنا كتبناها قعدة المرة اللي فاتت لما قلتكوا اكتبوها عندكم ان عدد الخطوط في عدد الماكينات بيديني عدد العمال طيب بعد كده قال لي اجر العاملة في اليوم 10 جنيه طيب من هعرف هما شغالين كم يوم وهاعرف هم كام عاملة قال لي قوة المصنع في اليوم 100 بورنوس يا أولاد كلمة قوة المصنع هيها كلمة انتاج المصنع هيها كلمة المصنع بينتج في اليوم 100 بورنوس انا بحاول اديكم اختلاف المصطلحات عشان بعضكم بيقول لي لأ ده هو ما ادنيش انتاج المصنع لأ يا حبيب اهي قوة المصنع يعني المصنع بينتج قوته قد ايه ينتج مئة بورنس قال لي اجرة التجهيز والتشتيب قد ايه قال لي جنيه ونص لكل بورنس قال لي وفيه كمان عشرة في المية نظير الخامات المساعدة خامات المساعدة ما هو ما قال ليش بقى فيه خيط فيه قبلتات لكن فيه خيط مستخدمة ممكن يكون فيه مستخدم اي حاجة تانية مستخدمة اضافية فقال لي فيه عشرة في المية بس على ايه يا ولاد قال لي على مجموع التكاليف ونفرق بين كلمة مجموع التكاليف وبين مجموع الاسمان لان ممكن يقول لي النسبة دي العشرة في المية يأما على مجموع التكاليف او على الاسمان في الحالة دي انا بختلف الحساب بتاعي انا بعمل ايه وهنشوفه دلوقتي قال لي وفيه كمان 20% مصاريف ادارية وارباح من جملة التكاليف طيب ايه المطلوب قال لي جملة التكاليف او مجموعة التكاليف ومطلوب تمنبيع البورنوس الواحد نيجي هنا ونبدأ نشوف التمرين بتاعنا اول حاجة اول حاجة بعملها بجيب كمية القماش وكمية القماش يا ولاد لما اجي انا احسبها هقول لكم على حاجة مهمة هنا قلتلكم فيه طريقتين عشان اجيب عدد الاسواب يا اما هو هنا كان بيقول ايه مش كان بيقول لي كل ها كل ايه كل سوب بيعطي بيعطي ايه 20 بورنوس مش كده برضو طيب مانا ممكن اقول له طب وكام سوب بيعطي ال 500 بورنوس وعمل علامة مقص المسودة السغنانة دي انتو بتعملوها على جم انا بتبقى لكم هنا كبيرة عشان تشوفوها بس الخطوة دي ممكن على طول تديني عدد الاسواب مباشرة ايه ده ايوة هاخد ال 500 هضربها فيه واحد ما احنا بناخد الرقمين اللي مع ايه علامة الاستفهام دي ايه سوري علامة المقص اول الرقمين اللي عندي في اول العلامة على الرقم اللي قدام علامة الاستفهام فباخد 500 فيه واحد على 20 بيطلعلي ايه على طول سفر مع سفر هيطلعلي 25 سوب ايه ده بس في الكتاب ما عملش كده طب وين يعني اني مش اهم حاجة عندي عدد الاسواب طيب في الكتاب عمل ايه نشوف الطريقة التانية في الكتاب عمل ايه الراجل كان بيقوللي في الكتاب ان هو هنا محتاج 500 بورنوس هقول له طيب انا هجيب لك كمية القماش مش هما 500 بورنوس قال لي اه طيب انت قلتلي التوب الواحد كم متر قال لي اهو بس انا هعملها هنا قال لي كل 30 متر اللي هي عبارة عن التوب يا ولاد كل 30 متر بتعطي 20 بورنوس مش كده يبقى كام متر هتعطي 500 بورنوس واعمل المعص هلاقي نفسي بدرب 30 في 500 على 20 ادي 500 في 30 على ايه على 20 هيطلع معايا 750 متر ايه طب ما دي هي دي ايوة بس هنا انا كتبتها على هيئة السوب اللي بيعطي العشرين لكن هنا كتبتها السوب تعويده كم متر فداني كمية القماش يبقى يبقى ممكن بعضوك في الامتحان يكتبها كده وبعضوك كده محدش يقول التاني لا دا انت غلط لأ يا حبيبي انا 750 متر دول انا هجيب منهم عدد الاسواب يبقى هنا دي دا حل اخر دا حل اخر ان انا هجيب عدد الاتواب في الحالة دي هما 750 متر التوب الواحد 30 دي اه هيها بس اختلاف كل واحد بيفكر بطريقته يبقى انا هنا ماقولش انت بتحل غلط وانا بحل صح دي صح ودي صح في الكتاب تقريبا مدينا دي انا ممكن احلها بالطريقة دي دي صح ودي صح طيب بعد كده قال لي التوب القماش بكام هقول له هنا ثمن القماش هو المتر بكام لأ دي قال لي التوب بكام التوب هم 25 التوب والتوب الواحد ب450 جنيه هقول له شكرا يبقى انا محتاج 11 250 جنيه وده ايه ده قماش بسرعة حطوه في الحصالة ايوه فلوس امانة مش بتاعتنا لازم نحفظ عليها يبقى انا على طول حطت ثمن القماش فين في الحصال طب وبعد كده قال لي بعد كده هبدأ اشوف ايه تاني عندي قال لي دخل على الاجور دخل على الاجور هكتب له كده الاجور يبقى انا هنا ما عنديش في الخمات الاساسية في جملة الاتمان غير تمام القماش طيب هبدأ في الاجور كان قال لي اني اجر التجهيز النموذج كام 200 جنيه هقول له حاضر اجر النموذج او اجر تجهيز النموذج 200 جنيه ودي رح هتضح بسرعة في الحصالة طب وبعدين قال لي فيه عندي بقى اتفق معاكم ان انا لما بيقول لي عدد الخطوط كام وعدد الماكينات اللي موجودين كام بضربهم في بعض بيديني عدد العمال او عدد العاملات هو كان قال ثلاث خطوط هضربهم كل خط فيه كم مكنا فيه ستة احنا اتفقنا الست مكينات دولة قاعد شغال عليهم ست عاملات او ست عمال يبقى بيديني 18 عامل او 18 عاملة العامل بياخد كام في اليوم قال لي العامل بياخد 10 جنيه هقول له اجر العمال في اليوم انا لسه ما عرفش هياخده كم يوم كم يوم يبقى اليوم كلهم بياخدوا مني كام 180 جنيه حطها في الحصالة يا خبر لا مش حطها في الحصالة دي خطوة مساعدة دي خطوة مساعدة منها بوصل لاجر العمال في المدة طب احسب المدة المدة قد ايه هو كان بيقول اني قوة المصنع مئة قطعة مئة بورنس طيب في اليوم هم 500 بورنس هقسمهم عالمية ليه عشان دي قوة المصنع في اليوم هو بينتج في اليوم مئة هيبقى انا محتاج خمس ايه خمس ايام طيب هو قال لي فيه اعطال لا 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 ما جابش سرط الاعطال طب ويعني يبقى انا هاجي هنا كده هقول يبقى اجر العمال في المدة كلها هاخد المية وتمانين بتوع اليوم الواحد اضربهم في خمس ايام هيطلع تسعمية جنيه وهي دي اللي انا اشيلها في الحص طيب وبعد كده قال لي فيه عندي ناس بتكوي اجر الكي انا بكمل مسألتي حاط بقول له اجر الكي او اجر التجهيز ما تفرقش ياولاد كده صح وكده صح اجر الكي او التجهيز قد ايه هم خمسم وخمسين جنيه دي ايه دي قال لي لازم احطها في الحص دي اجر كي فلوس بتدفع طب وايه كمان قال لي لا كده هو خلص هو كده حسب كل الاجور اللي موجودة عنده هقول له طيب انا هحسب جملة الاجور جملة الاجور عبارة عن ها نشوف كده تاني قال لي اهو احنا مع بعض قال لي مش فيه اجر نموذج ادي حصالة وفي اجر عمال في المدة ادي حصالة وفي اجر الكي هجمع التلات نقط بتوعي ادي متين زائد سوري تسعمية وخمسين سوري تسعمية بس زائد سبعمية وخمسين هيساوي قد ايه قال لي هيساوي اربع هيساوي آآ الف تمنمية وخمسين جنيه ايه دول دول جملة الاجور دي جملة الاجور اللي موجودة عندي طيب هو كان بيقول ان فيه عشرة في المية مش الكتاب قدامكم عشرة في المية نظير ايه خمات مساعدة ايه بضفها على ايه قال لي على اجمال التكاليف طب انا لسه ما حسبتش التكاليف يبقى لازم اقول له جملة التكاليف ساكنين جملة التكاليف كانت بجيبها منين ايوة جملة التكاليف كنت بجيبها من جملة الاسمان زائد جملة الاجور لو سمحتوا انا دايما بأكد على القانون تفتكروا بيه يبقى جملة التكاليف عبارة عن جملة الاتمان وجملة الاجور اللي هي انا جملة الاتمان ما جبتهاش في الجزء الاولاني من المسألة لانها ما كانش فيه غير القماش بس والقماش كانت تكلفته قد ايه كانت تكلفة عندي هنا كده اجمال التكاليف كلها كان 13100 13100 دي اجمال التكاليف دلوقتي هقدر اقول له يبقى اجمالي التكاليف بالخامات المساعدة هاخد ال13000 يا ولاد اضربها فيه كانت 10% ايوة سمع ناس بتقول لي فيه 110 على 100 برافو عليكم دي كده اجمال التكاليف بالخامات هلاقيها بتساوي معايا قد ايه بتساوي 14400 جنيه دي كده التكاليف بالخامات طب ما هو قال لي انا كده ده كله ده بدفعه فيه عندي ارباح الارباح كانت مقدارها قدها والمصاريف الادارية قال لي الارباح والمصاريف الادارية 20% هقول له طيب يبقى اجمالي التكاليف بالارباح بتساوي هاخد ال14400 أضربها في 120 على 100 هتطلع ايه يا ولاد قال لي هتطلع الناتج بتاعي 17000 هقول له هنا كده يبقى بتساوي 17292 جنيه دي ايه دي دي عبارة عن التكاليف بالارباح كل اللي الراجل هيصرفه طيب ما هو عايز يعرف في الاخر هيورد ده كده يعتبر المطلوب الاولاني المطلوب التاني كان بيقول لي انا عاوز 8 بيع البرنس يبقى انا هاخد التكاليف دي كلها اقسمها على عدد الايه العدد المطلوب اللي هي 500 برنس هلاقيه بيساوي البرنس الواحد بيكلفني 34 جنيه 58 ويبقى كده انا حسبت المسألة بتاعتي كلها نشوف تمرين غيره علشان نتمرن صعب التمرين ده بتهيالي هنبدأ ايه شوية شوية لما تحله هتلاقوا تحل بالنسبة لك انا بحاول كل تمرين بيبقى فيه فكرة جديدة يعني قبل كده احيانا بيقول لي اولاد مثلا كمية القماش للقطعة فانا بجيب كمية القماش للكمية بيقول لي القطعة مرة فاكرين لما حلنا تمرين كان قايل لي الطبقة بتديني 6 قطع 5 قطع ايه ده والطبقة طولها قد ايه كان يقول لي الطبقة طولها 15 متر كل مرة بيغير في الالفاظ عشان كده بحاول كل تمرين بيبقى فيه جزئية فكرة جديدة عشان تمر عليكم كل الافكار الوردة ومع كتر الحل بتبقى ايه بتبقى انتو اشتر من الاول نشوف التمرين التاني بيقول لي ايه قال لي هنا اراد مصنع تشغيل 24 الف زي مدرسي ده زي مدرسي اللي هو طبعا يونيفورم بتاع المدرسة مريالة بدلة اي حاجة لبس المدرسة لبس المدارس هيورده فقال لي مطلوب مني معانا في الشاشة كده قال لي 24 الف ايه زي مدرسي قال لي وخصص لتشغيل الكمية اربع خطوط انتاج المسألة هنا يا ولاد فيها حتة شكرة جديدة شوية بيلعب بالكلام وبيكبركوا بقى ما لازم تبقوا متمحنين فقال لي انا عندي اربع خطوط انتاج كل خط به عشر ماكينات التمرين ده صبح الثمانية وتمانين يا حبيب افتحوا الكتاب معايا الثمانية وتمانين قال لي ايه قال لي كل خط به عشر ماكينات خصص للخط الاول تلت الكمية المطلوبة ايه ده طب ما هو كان قال لي الخط الاول عاوز قطعتين تلاتة عشر مية ايه هو بيقوله ده قال لكم لا بيشوف انتو قد ايه شاطرين عشان تحسبوله انتو اللي هتحسبو الخط الاول ماله خصص له تلت الكمية المطلوبة اللي هي كان 24000 طب الخط التاني قال لي لا ده الخط التاني تلت تربع انتاج الخط الاول يعني انا لم اعرف الخط الاول هياخد قد ايه كم قطعة ابقى ااخد تلت تربعهم قد لمين للخط التاني زي ما انا مثلا وليكن انتك كبير وفي اخوك الصغير الكبير بابا هيقول ايه لا عشان العيد لفسه بيبقى غالي شوية وليكن مثلا هيديك 200 جنيه ببط نفسك بيهم تجيب قميسو بانطلون تجيب تيشيرت عشر ارخص شوية من البانطلون يعني هيديك 200 اخوك الصغير لا 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 هدي بقى ليكن مثلا نص المبلغ بتاعك وماما هتتصرف هي بقى بنعرفتها تجيب قماشو وتخيطهوله تاخد بانطلون بتاعك وتقفزهوله تتصرف الميجين ايه هنجيب بيهم الكوتشي ولا هنجيب بيهم الشورت ولا هنجيب بيهم التشيرت فماما تتصرف بقى طبعا ماما ايه مدبرة واحنا عارفين هتمسك البانطلون بتاعك الكبير ده كلنا طيب ايه ده عمل ايه بابا ادك انت امتين جنيه واخوك نص المبلغ هي دي نفس الفكرة هنا في المصنع قال لي الطلبية كده المصنع الخط الاول هياخد تلت الكمية الخط التاني هياخد تلت ربع الاولاني هي دي الفكرة اللي احنا قلناها ان انت هتاخد المبلغ واخوك هياخد نصه دي كمثل مصغر نكمل باقي الخطوط ده هو عندي اربع خطوط في المصنع الخط التالت ماله قال له بصي نصيبه ايه الخط التالت قال لي نصف انتاج الخط الاول الخط التالت نصيبه نصف انتاج الخط الاول الرابع بقى الكمية يبقى انا لازم اعرف الخط الاول هياخد قد ايه والتاني قد ايه والتالت قد ايه اجمعهم واترحهم من الكمية فيطلع لي الرابع شايفين التفكير افكر قبل ما حل لو سمحته مش اقول يا خبر ده شكل جديد ما خدتهوش قبل كده لا نفكر طيب قال لي ايه بقى بقى ايه المسألة علما بأن المدة المخصصة للكمية كلها 25 يوم عايز المدة كلها 25 تخلصلي الطلبية لو سمحت ايه المطلوب مني عدد القطع التي ينتجها كل خط انتاج حاضر هنعملها من النسب اللي انت من ديهاني قال لي كمان عاوز عدد القطع التي يتم انتجها في اليوم الواحد ما هو كل خط ليه عدد معين العدد ده هو هيطلع منه كل يوم قد ايه عشان اقول له انت النهاردة مطلوب منك تخلصلي 50 قطعة التانية مطلوب منه يخلصلي مثلا 20 بناء على ايه بناء على ان انا احسب وعشان اقول لهم الوردر هيتقسم ازاي وقال لي كمان عايز اجر العاملة اليومي على اساس 50 ارش للقطعة العاملة اللي شغالة هتاخد 50 ارش في القطعة طيب هنبدأ نحل التمرين بتاعنا اول حاجة هحسبها هي مين يا حبيبي عدد قطع الخط الاول نبدأ نكتب هنا كده اهو انا هقول له عدد قطع الخط الاول كام مش هو قال لي الكمية كلها اه نقص ماشي تلت الكمية فانا هعمل ايه هقسم على التلاتة هضرب في التلت فهيطلع عندي الكمية كلها كام 8000 مريالة لان هي طبعا ده زي مدرسي يونيفورم فهي ايه عبارة عن مريالة فقال لي انا هطلع 8000 قطعة طيب الخط الثاني هقول له انا هحسب عدد قطع الخط الثاني الخط الثاني قد ايه قال لي الخط الثاني 3 تربع الاول الاول عندي 8000 فانا هاخد التمن تلاف اضربها في 3 على 4 لانه كام 3 تربع معايا هنا في الحل اهو ادي 3 تربع فهيطلع معايا 6000 مريالة طيب عدد قطع الخط الثالث الثالث قد ايه قال لي نص الاول يبقى انا هضرب في نص هيطلع معايا 4000 مريالة طيب انا كده حسبت مين التلات خطوط هو قال لي الرابع مال وقال لي الرابع باقي الكمية يبقى انا لازم اعمل ايه هقول له مجموع الخطوط الثلاثة واجمع 8000 وال6000 وال4000 يطلع لي 18000 اعمل ايه فيهم اخذ عدد القطع بتاعتي اطرح من الـ 24000 الـ 18000 يبقى الخط الرابع محتاج مني قد ايه انا هجمع هنا التلات خطوط هيطلع معايا اديل هنا 8000 زائد 6000 زائد 4000 هيطلع معايا 18000 مريالة هاخد 18000 مريالة يا اولاد وهاجي هنا واقول له عدد قطع الخط الرابع هيخد الـ 24000 اطرح منهم الـ 18000 هيطلع معايا قد ايه 8000 مش كده برضو قلنا 8000 سوري سوري 6000 6000 مريالة ده الخط الرابع طب بعد كده هو قال لي ايه قال لي استنوا الاعداد دي كلها لكل خط يا اولاد المفروض تخلص في قد ايه في 25 يوم عشان كده انا هاجي هنا كده وقول له طب انا هحسب انتاج الخط الاول في اليوم الخط الاول المفروض مطالب يطلع لي كم قطعة في اليوم مش هو المفروض عنده خلال 25 يوم هينتج 8000 يبقى انا هقسمها على 25 يوم يبقى في اليوم مطلوب منه يطلع قد ايه يطلع 320 مريالة طيب نفس الكلام انا هقول له انتاج الخط الثاني التاني كم قطعة قال لي عبارة عن 6000 قطعة هيخلصوا في 25 يوم هقسمهم على 25 يوم هلاقيهم محتاجين في اليوم ننتج قد ايه 240 مريالة طيب وبعد كده قال لي هيقول له انتاج الخط الثالث في اليوم الخط الثالث بفض هيطلع كم قطعة قال لي مطلوب 4000 مريالة هقسمهم على 25 يوم هيطلع 160 مريالة بعد كده قال لي الخط الرابع الرابع كان عبارة عن 6000 مريالة هقسمهم على 25 يوم هيطلع معايا 240 مريالة ايه اللي انا حسبته ده قال لي حسبت كل خط مطلوب منه في اليوم يخلص قد ايه مطلوب منه في اليوم يخلص قد ايه طب هو قال لي هنا انا عاوز اعرف كمان اجر العامل في كل خط او اجر العاملة في كل خط هقول له ماله انا هاجي هنا كده وهقول له اجر العاملة اليومي في الخط الاول في الخط الاول ياولاد المفروض انا عندي الكمية المطلوبة في اليوم 320 قطعة 320 قطعة طيب في حاجة هنا مهمة قوي قوي هو مش المفروض ان العاملة هتاخد مني 50 جنيه 50 قرش قال لي انا لازم اقسم عالمية لازم اقسم عالمية علشان اقدر اقول له هي هتاخد كام طيب انا كده بحول 50 قرش دي للايه اللي كانتها نص جنيه طيب هلاقيها بتطلع لي وهم طبعا عشر عاملات فلاني اجر العاملة اليومي قد ايه انا بقسم الشغل على العمال فلاقيهم انه اجر اليومي قد ايه 16 جنيه العاملة في الخط الاول هتاخد 16 جنيه اجي في الخط التاني نفس الكلام هم مطلوب منه 240 قطعة كم عاملة شغالين فيهم 10 عاملات الواحدة بتاخد 50 قرش بقسمها على ميش انا احولها للجنيه بيطلع كام 12 جنيه طيب وبعد كده قال لي انا عندي سوري بعد كده في عندي الخط التالت الخط التالت مطلوب منه مطلوب في التمرين بتاعنا سواء عدد القطع لكل خط وحسبت بعد كده الكمية لكل خط كل خط هينتج قد ايه وحسبت اجر العمال اليومي في كل خط قد ايه ناخد تمرين تاني تعبته هناخد التمرين ده وخلاص قال لي هنا ايه بقى صفحة 92 تمرين تاني قال لي مطلوب عمل مؤيسة لتصنيع 300 بلوزة البلوزة هو كان مديهاني في الكتاب عندكم سيمبل سادة كده بلوزة كأنها سيبها لقميس الفرنجي بس قال لي ايه تحتاج كل بلوزة 2 متر من قماش حرير يبقى هنا هو حدد البلوزة الواحدة عايزة قد ايه 2 متر قماش حرير عرض القماش 90 سنتي يا ولاد عرض القماش مش بستخدمه غير لو عندي رسم تخطيتي طيب قال لي بعد كده 8 متر 20 جنيه انا عايزة عرف الكمية بتاعة القماش وبعدين قال تحتاج كل بلوزة 8 ازرار ثمن الزرار 50 ارش وتستهلك كل 5 بلوزات بكرة خيط ثمنها 180 ارش طيب وبعدين دخل على جزء الاجور قال لي اجر التجهيز النموذج كام 100 جنيه وقلنا دي مش بعمل فيها اي حاجة باخد الرقم زي ما هو بدون اي حسابات وبحطه في الحصالة اجر القص كل كل متر ب2 جنيه اجر القص في المسألة بتاعتي 2 جنيه لكل متر طبعا هو بيغير في الاسلوب وفي الالفاظ نكمل تاني التمرين مع بعض قرية قال لي المصنع بيعمل وردية واحدة المصنع يعمل وردية واحدة به اربع خطوط انتاج كل خط به 12 ماكينة على طول تفتكروا اول ما تقروا اربع خطوط و12 ماكينة بضربهم في بعض بيديني عدد العمال ينتج المصنع في الوردية هو اي الوردية واحدة 60 بلوزة عشان ابقى عارف انا هحسب ايه المدة ازاي يبقى دهنا كده هو في اليوم او في الوردية بينتج 60 يبقى انا هقسم الكمية على ال60 يطلع للمدة قال لي اجر العاملة 12 جنيه في اليوم نسبة عطل الانتاج شايفين هطلعها لازم اضف لها الاعطال واجر الكي والتجهيز النهائي لكل بلوزة جنيه طب وبعدين قال لي مطلوب مني ايه ايجاد سمن بيع البلوزة الوحدة بس امتى بعد ما ضيف ارباح 25% ارباح ومصاريف ادارية نخلي بالنا يا ولاد ان انا كده المسألة بتاعتي عبارة عن جزئين جزء الاولان انه عبارة عن الاسمان والخامات سواء قماش او زراير او خيط وده بحسب بعد كده الجملة بتاعته واخلصه وادخل على الجزء التاني اللي هو جزء الاجور طيب نبدأ نحل سوا مع بعض هو كان قال البلوزة بتاخد قد ايه مترين قماش هبدأ احسب كمية القماش نحلها سوا مع بعض ونشوف ترتيب الحل ولو فمحتوا بتحله في البيت كتير عشان كتر الحل بيخليكم تبقوا ايه تبقوا فاهمين وحفظين الخطوات تسلسلها ازاي مش اقول انا حلت خطوة ومش عارف اكمل لأ نيجي هنا نبدأ نحل هقول اول حاجة الخامات وبالنسبة للخامات هحسب اول حاجة كمية القماش هو قال ان هم 300 بلوزة والبلوزة الواحدة محتاجة 2 متر هيبقى انا محتاج 600 متر قماش قال المتر بكام هو قال لي المتر هقول ثمن القماش هم 600 متر والمتر ب20 جنيه يبقى انا محتاج 12 الف جنيه ده 8 القماش وبعدين يجي بسرعة اه في حد شاطر يقول يحطيها في الحصالة بربو عليكم حاضر هحطها في الحصالة عشان نجمع لان يعنيكم على طول بتيجي تقفز على الحصالات هاجي بعدها هقول طيب انا هحسب كمية الازرار مش هو قال البلوزة محتاجة 8 ازرار هم 300 بلوزة كل واحدة محتاجة 8 ازرار هيبقى انا محتاج 2400 زرار طيب على فكرة احيانا يجي يقول لي في الحتة دي يقول لي الداستة سعرها كذا طيب ما انا حافظ الداستة 12 قطعة لازم اقسم دول على الـ 12 ده انا بقول هلكو كده سر بين وابينكو لكن هو ما ادهنيش في المسألة وبعدها هقول سمن الازرار هياخد الـ 2400 زرار قال ان الزرار بـ 50 ارش وبأكد على الارش ان انا لازم اقسم عالمية اشانا احوله للجنيه حبيب هيطلع لي تكلفة الازرار 1200 جنيه وحطها في الحصار طب بعد كده قال لي فيه البكر قال لي كل كل خمس بلوزات محتاجين بكرة هقوله يبقى كمية البكر هما 300 بلوزة قال لي كل خمسة يبقى طيب بس بعد كده قال لي البكرة بكام يا ولاد قال لي البكرة الوحدة بـ 180 ارش يبقى انا هاجي هنا واقول له ثمن البكر هاخد الستين بكرة اضربهم فيه اضربهم فيه 180 ارش ايوا انا بأكد دايما على الكلمات دي علشان اقسم على 100 عشان احولها للجنيه هيطلع لي قد ايه يا حبيبي هيطلع 108 جنيه وارح هتطه في الحصالة كده انا خلصت الاتمان رح بسرعة مجمعهم الجزء اللي خلص اقفله اقول له جملة الاسمان هاخد ثمن الاماش 12000 اضيف عليهم ثمن الازرار 1200 زائد البكر 108 بيطلع عندي 13308 جنيه دي كده الجزء الاول من المسألة هدخله على الجزء التاني اللي بيتكلم على الاجور ايه في الاجور قال لي في الاجور اتكلم على اجر تجهيز النموذج هقول له ماله اجر اجر النموذج او اجر تجهيز النموذج هو كان قايل ان هو قد ايه 100 جنيه وارح هتطه في الحصالة بعمل عليها اي حاجة لأ ما بعملش عليها اي عمليات حسابية لان هو قبل كده نموذج واحد اللي هو الموديل بتاعنا طب اجر باتنين جنيه لو حضرتك او حضرتك حسبتي كمية القماش غلط يبقى هتيجي تحسبي اجر القصد هيطلع غلط ده متركب او مترتب على ايه مترتب على كمية القماش حضرتك حسبتها صح 600 متر يبقى انا هاخد 600 متر قال لي المتر بقدي ايه قال لي المتر باتنين جنيه يبقى هضرب في الاتنين هيطلع معايا كام 1200 جنيه ودي هحطها بحصال لانها خلاص خلصت الخطوة طب بعد كده هو كان ايلي اني في عندي كام خط انتاج اربعة واتفقت معاك وكل خط في 12 مكينة ده ايه ده بيجيب لي عدد العمال يا ولاد فاكرين اكتب لكم القانون تاني عدد العمال بيساوي ايه عدد العمال بيساوي عدد الخطوط يا حبيبي في عدد الماكينات عدد العمال بيجيبه منين بيجيبه من عدد الخطوط في عدد الماكينات هلا ايه بيساوي هو كان ايه الخطوط اربعة وكل خط فيه 12 مكينة بيبقى انا محتاج عندي في المصنع 48 عاملة طيب العمال في اليوم بياخدوا كام هقول له حاضر العامل بياخد في اليوم 12 جنيه هو قال لي كده هقول له حاضر يبقى انا هحسب اجر العمال في اليوم هم 48 عامل العامل بياخد 12 جنيه في اليوم هيبقى انا العمال هياخدوا مني في اليوم كلهم كان 576 جنيه قالت دي خطوة ايه دي خطوة مساعدة ما بحطهاش في حصالة ده في اليوم لسه لما احسب المدة هي دي اللي انا بقى ايه بحطها في الحصالة واجمعها طيب احسب المدة قال لي ايه في المدة قال لي ان الوردية بتنتج 60 قطعة هم 300 قطعة والوردية الوحدة يعني اليوم هو قال لي المصنع شغال وردية واحدة شايفيني الكلمات متركبة وراء بعض بمتسلسلة المصنع شغال وردية ورجع قال لي ان الوردية بتنتج 60 قطعة هقول له طيب هم 300 قطعة وانت بتنتج في اليوم 60 يبقى انا اعايز كام 5 ايام بس قال لي اذا انا فيا عندي نسبة اعطال ابدأ ايه الاعطال اللي ممكن تحصل ولازم نعمل حساباتنا فيها قال لي 20% هقول له حاضر يبقى المدة بالاعطال بتساوي هاخد الخمس ايام هضربهم فيه هما 20% يبقى هضرب فيه 120 على 100 هضرب في 120 على 100 هيطلع معايا المدة 6 ايام 6 ايام طيب وبعد كده انا كده حسبت المدة بالاعطال بتاعتها دلوقتي اقدر اجيب اجر العمال في المدة اهم المدة الاجمالية قد ايه والعمال بياخدوا في اليوم قد ايه روح انا هاجي هنا واقول يبقى اجر العمال في المدة هاخد هما 6 ايام والعمال بياخدوا مني او العمال كلهم بياخدوا مني 576 جنيه في اليوم هيطلع معايا 3456 جنيه ولو سمحتوا برافو في الحصالة ده اجر العمال في المدة دي خطوة خطوة مساعدة اتصر طيب وبعد كده قال لي انا باجي هنا وبلازم بعدها اجمع الاجور بتاعتي نرجع هنا كده هاي شايفين مش انا هنا جبت جملة الاسمان وهنا بدت دخلت على الاجور الاجور دي انا هجمع هساوا مع بعض هاخد المية اجر النموذج اجر القص وبسرعة هتلاقي ايه عينكم قفزت على مين على اجر العمال في المدة اجر العمال في المدة قد ايه اهو الاجمال اللي طلع معايا وفي اجر الكي كمان 300 جنيه يبقى انا باجي اجمع كل الحاجات دي مع بعض واقول له هنا كده جملة الاجور هجمع المية زائد ال 1200 اجر القص المية دي اجر النموذج ودي اجر القص اجر العمال في المدة وكمان اجر الكي بيطلع معايا كل ده الاجمالي بتاعه كام بيطلع الاجمالي 5000 56 جنيه ده جملة الاجور كلها هيجي يقول لي طيب استني ده انا هنا كده ده اجور انا لازم اجمع جملة التكاليف وجملة التكاليف كنا قلنا عبارة عن ايه ايوة صح جملة التكاليف عبارة عن جملة الاسمان اسمان الخامات اللي انا جمعتها في الاول لما قلتلكم ان المسألة جزئين اللي هي عبارة عن ثمن القماش والازرار والخيط جبتهم انا اجمالي جملة الاسمان دولة بجمحهم مع اجمالي الاجور الاجور كانت عبارة عن ايه عبارة عن اجر النموذج واجر القص واجر العمال اللي شغالين واجر الكي كل ده انا بجمعه مع بعض يبقى يديني اجمالي التكاليف هنحسب سوا مع بعض اجمالي التكاليف اكتبها لكم كقانون ياريت يا ولاد نكتب القوانين البسيطة الصغيرة دي حتى وانتو بتحل علشان كل ما انت بتحل المسألة وبتكتب القانون الصغنان ده ما بتنساش تلاقي نفسك اوتوماتيك بعدين انت بتكتب الصح ليه لاني مخك اتبرمج مع ايدك مع عينك مع عودانك ولما تحلوا المسألة اشرحوها لنفسك اشرحوها لنفسك ليه لان انت لو شرحتها خلاص ما انت كده فهمت انت كده فهمت لكن ما شرحتش ما فهمتش معلش ماما مش هتقول عليكم جننتم معلش اتكلموا وصوت مفيش مانع لو جبتوا ماما ولا بابا وقاعدين فاضين قدامكم او اخوكم وشرحتولوا المسألة ايه يعني اصل على فكرة مادة المؤيسات مادة عملية ومادة لذيذة ده ماما يوميا بتعمل مؤيسة في البيت من غير ما حد يعرف ماما يوميا بتعمل كده بتعمل حسابات اه بابا يقول لها اطبخلنا كذا الصنف تقول اه محتاجين خامات اساسية لحمة او فراخ او لو ما فيش هنجيب مثلا بقوليات محتاجين خامات مساعدة زيت وسمنة وسكر وملح دي خامات مساعدة للطبخة الاساسية ايه ده ماما بتبدأ تعمل مؤيسة يوميا وبتحسب فيها الكلام ده وبعدين اه ده احنا هنحتاج كمان الغاز لو ما فيش غاز او لو احنا شغالين على البتجاز الصغير محتاجين لغاز بتاعهم ده هيكلفنا كذا يبقى اذا هنا انا بعمل ايه ماما هتجيب حاجة جاهزة من برة تكمل بيها الوجبة وليكن الصلصة دي خامات من برة ومحتاجها تكاليف اضافية يبقى انا هنا بعمل ايه بعمل مؤيسة كل حاجة في حياتنا عبارة عن مؤيسة ماما مثلا وقالاش ماما بابا انت تقول له انا عايز كذا عايز حاجة معينة للبيت بابا بيعمل مؤيسة ويشوف التكاليف بتاعتها قد ايه زي ما كنا بنقول من شوية مش هقولنا مثلا العيد داخل وبابا ما يقديك انت مبلغ وقدي اخوك الصغير المبلغ الاقل المبلغ الاقل ده مش هيكفي مع الارتفاع الاسعار اللي احنا فيه والجنون الاسعار اللي احنا عايشينه الدخل بتاع البيت مش بيكفي فبنعمل ايه بابا بيعمل مؤيسة لدخل البيت وبيقول هنصرف كذا وكذا وكذا ليش جزء ده وفي نفس الوقت ماما بتاخد الجزء اللي مقنن ليها او المحدد وهي كمان بتحسب مؤيسة تاني علشان توفر اكتر لاني ممكن تحصل اي ظروف طارقة وزي ما قلت من شوية نفس الكلام ممكن ماما تاخد فستان بتاعها وتعمل ايه تقصه لو هي ماما شطرة وبتعرف وتعمل منه فستان لختك الاصغر او جيبة وهكذا ممكن تاخد بانطلون بتاعك وماما تفكه وتعملوا جيبة لاختك الاصغر وهكذا ايه اللي بيحصل ده كلنا بنعمل مؤيسة وبنبدأ نوفر علشان نحاول اللي بقى ايه نواكب ارتفاع الاسعار اللي موجود في حياتنا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي في المؤيسة بتاعتنا وصلنا لغاية مين وصلنا لغاية كمية سوري حوصلنا لغاية جملة الاجور هنبدأ نحسب اجمالي التكاليف هنجمع اجمالي الخمات مع اجمالي الايه مع اجمالي الاجور عشان اطلع باجمالي التكاليف نكمل المسألة مع بعض عشان ما حد يشيتوه مني هجي هنا كده وقول له جملة التكاليف جملة التكاليف قلنا بتسوي ايه اكتبوا القانون في الامتحان مفيش مشكلة او حتى وانت بتحل التمرين هقول له جملة الاسمان زائد جملة الاجور بيساوي جملة الاتمان كانت طلعت عندنا كام حد فاكر حد متابع معايا اه اه كانت طلعة 13308 هاخد هنا 13308 هجمعها على مين على اجمالي الاجور اللي كانت طلعة معايا كام 556 5000 سوري 5056 هجمعهم هيبقى اديني الاجمالي قد ايه هيديني اجمالي 18364 جنيه دي اجمال التكاليف التكاليف دي يا ولاد هو صرفها لكن لسه ما حسبش المصاريف الادارية فاكريني المصاريف الادارية كانت عبارة عن ايه المصاريف الادارية كانت عبارة عن استهلاك كهرباء استهلاك غاز ممكن عبارة عن الدرائب ما فيه درائب لازم برضو الراجل في المصنع يعمل حسابه بالنسبة المصاريف الادارية ممكن مصاريف الصيانة تعتبر من المصاريف الادارية المحاسب اللي بيحسب المرتبات والأجور ده برضو بحسبه كأنه ايه مصاريف إدارية بتطلع عندي في المصنع المصاريف الإدارية إلى جانب الأرباح اللي هي بتعود على صاحب المصنع المفروض دي نسبتها كام هو هنا في التمرين الدهالي 25% فبياخد المال التكاليف أضربه فيه 125 على 100 يطلع معايا التكلفة كلها بالأرباح أقسمها على عدد القطع المطلوبة فيطلع معايا مين تكلفة القطعة قد ايه يعني القطعة دي أنا لما أوردها للمحل هتبقى تكلفتها كام ما تقولوش الأرقام دي صغيرة الأرقام دي بتتحكوا بها علينا لا ليه لأن صاحب المحل بياخد المنتج من المصنع وهو كمان يضيف عليه مصاريف إدارية وأرباح تنسين الكلام ده المحل اللي أنا بشتري منه فيه موظفين فيه إيجار محل فيه كهرباء فيه ميا فيه درايب ايه ده؟ أرقام بتطلع محدش ياخد باله منها عشان كده ما نقولش احنا بنكلف القطعة 100 جنيه انت ليه بتبيعها لي بمتين وليه بتبيعها لي بمتين وخمسين اه ايه ده؟ ده هو حتى المحل نفسه كمان مصاريف النقل اللي هو استلم بيها الأردن من المصنع وجابها لغاية المحل المشال العامل اللي نزل وشال ايه ده؟ كل دي تكاليف يا ولاد غير مرئية مش متسجلة عندي في الحسابات عشان كده بحط لها نسبة وقد تكون النسبة عالية بس طبعا ما بنقولش لكن بنقول النسبة القانونية اللي هي ايه؟ من 20 ل 25 دي نسبة قانونية مصرحة لكن احنا في الفعل وفي الحقيقة بنضيف أرقام أكتر لأن الأرقام الأكتر دي عايدة على المصاريف الغير مرئية وغير محسوبة فيه كمان ايه تاني؟ قال لي أنا هنا كده في التمرين بتاعي ممكن جدا بعد ما يقول لي احسب لي تكلفة القطعة يجي يقول لي احسب لي تكلفة الدستا بقى سوري بدل بدل ما يقول لي أصلا احسب لي تكلفة القطعة يقول لي احسب لي تكلفة الدستا يا خبر طب وفيها ايه؟ هو لما يزود في المسألة خطوة جديدة ويقول لي احسب لي تكلفة الدستا أو تمن توريد الدستا وماله انا بحل مسألتي لغاية اخر خطوة اللي بوصل فيها بتكلفة القطعة الوحدة واضرب دستة كم قطعة انا محفزاك واي دستة كم قطعة 12 قطعة اخد اللي طلع اللي هو عبارة عن الناتج الخاص بتكلفة القطعة اضربه في 12 يطلع معايا تكلفة الدستة الموجودة عندي طبعا احنا كده هنكمل المسألة بتاعتنا وصلنا لغاية فين وصلنا لغاية تكلفة جملة التكاليف هحسب جملة التكاليف بالمصاريف الادارية هاجي هنا ونقول جملة التكاليف بالارباح هاخد 18364 اضربها في كام يا ولاد برافو عليكم 125 على 100 اضربها في 125 على 100 هيطلع معايا اجمال التكلفة بالارباح 22955 جنيه دي ايه دي 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 اجمال التكاليف كلها بالارباح انا عاوز كم قطعة انا عاوز 300 هو مطلوب مني ايه قال لي انا عاوز اعرف تمام بيع البلوزة هقوله يبقى سمن بيع البلوزة بيساوي هاخد 22 1955 اقسمهم على 300 بلوزة هيطلع معايا 76 و70 جنيه 51 ارش وهو المطلوب اثباته يبقى انا كده هنا عملت ايه قال لي حسبت تكلفة البلوزة الواحدة لأ ده هو قال لي انا عاوز داستة وماله لو هو طلب الداستة هقوله طبعا دي خطوة اضافية مش من ضمس اهي لو هي كده هنا هقوله وليكن مثلا تمن بيع الداستة يبقى انا هاخد 76 جنيه 51 ارش اضربهم في 12 ايه اللي 12 دي جبتها منين دي تعويض عن كلمة الداستة هيطلع لي تكلفة الداستة قد ايه كمطلوب طبعا هو في المسألة كل شوية بينمو بيا وبيكبرني وبيايه وبيزود خطوة طبعا مطلوب مننا ان احنا ايه ان احنا نكون دايما مركزين في الحل وفي الخطوات علشان خاطر يبقى المسائل بتاعتنا محلولة بطريقة سليمة طيب اه انا عايزاكم كله يتمرن على الحل وهنرجع كده مراجعة بسيطة مع بعض على ايه على الاجور فاكرين لما تكلمنا عن الاجور يا ولاد هنرجع هنا كده سوا مع بعض على انواع الاجر وكنا قلنا ان انواع الاجور هي ايه كنا قلنا الاجر اتلت انواع يئما الاجر بالوقت يئما الاجر بالقطعة يئما الاجر مع المكافأة كل واحد كل اسلوب منهم بيتوقف على وظيفة معينة الاجر اللي بالوقت احنا كنا قلنا عليه انه ده خاص بالموظفين الاداريين الاجر بالقطعة ده خاص بالعمال اللي قاعدين على المكان وبينتجولي عدد معين فيسهل حساب الأجر بتاعهم في حين الأجر اللي بالمكافأة ده بحفظ تزبيه العامل لما ينتج معايا كمية أكبر من المطلوبة منه أتمنى تكونوا وفهمتوا الحل المسائل وأتمنى كمان أن ناخد وعد مع بعض أن نتمرن على الحل بصفة مستمرة ما يعديش يوم لأ نحل تمرين أو اتنين علشان المؤيسات ما نخافش منها وتبقى مادة سهلة ولذيذة أتمنى لكم النجاح والتوفيق وأشوفكم على خير وإلى اللقاء باي باي حبيبي